اهلا وسهلا بحضركم في الفقرة الاخيرة من برنامج الاهل الليلة واللي بيشرفني فيها الكابتن حسين شكري نجم النادي الاهل الأسبق وصاحب التاريخ الطويل مع النادي الاهل تحديدا في جيل التسعينات لقى مباراة قمة كتيرة في فتراتها سابقة وعنده ذكراتها جميلة في هذا الموضوع ورحب به في البداية وبقولك منورنا ومشرفنا في قناة النادي الاهل يا كابتن حسين شرف لي يا عزيز محمد وانا بقى موجود طبعا في قناة النادي الاهلي والف مليون مبروك لكل الاهلوية بالمناسبة الكابتن حسين شكري لدور الفترة الجاية مع قطاع ناشئين احد طبعا الكوادر التدريبية واحد ابناء النادي الاهلي بيتولى مسؤولية فريق النادي الاهلي في قطاع ناشئين والبراعم موليد 2010 وان شاء الله نشوف هذا الجيل بقى الفترة القادمة بعد 3-4 سنين كده بيتميزوا موجودين في جيل مواليد تحت 17 سنة و16 سنة وده بداية ندوك اي لعيب صغير لما بيظهر بتليه بعد كده في الفريق الاول كابتن حسين إن شاء الله بإذن الله طبعا طيب حاجات الدوري ده لقب رقم 41 قبل بنخش في تفصيلة رقم 41 والدوري وتفاصيله معنا تقرير مهم جدا يحكي النادي الاهلي في مشواره مع زي المسابقة الغالية وفوزه بهذا اللقب رقم 41 نشوف هذا التقرير والتفاصيل ثم نواصل الحديث مع كابتن حسين شكري بعد هذا التقرير كالعادة حقق فريق الاهلي لقب بطولة دوري للمرة الحادية والاربعين في تاريخه بعد النجاح في الفوز على فريق المقاولون العرب نتيجة 3 ل 1 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب برج العرب الأسكندرية ليسطر أبناء الجيل الحالي للأهلي سطرا جديدا في صفحات تاريخ مرصع دائما بالذهب والبطولات والإنجازات التي لا تنتهي لا يتوقف عطاؤها منذ العام 1907 وحتى الآن طوال تلكم الفترة ظل الأهلي بطلا شامخا يقدر على الصمود واحتكار منصات التتويق يقدر على العودة من بعيد وإنظم البعض اللاعودة ليفرض واقعه المهيمن على البطولات بشخصيته الفريدة وروح الفانلة الحمراء بجيناتها المتوارثة التي تعد سرا يحكى للأجيال جيلا بعد جيل إنه الأهلي الذي لا يعرف المستحيل لا يعرف الانكسار ولا الهزيمة لعل ما حققه فريق الأهلي في الموسم الحالي بمثابة التأكيد ليس إلا على حكاية ذرع تحقق للمرة الأولى عام 1949 واستمر الأهلي في الهيمنة على ألقابه أعوام 50 51 53 54 56 57 58 59 61 62 75 76 77 77 78 79 80 81 82 85 86 87 89 89 94 95 95 97 98 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2014 2016 2017 2018 2018 وآخيراً 2019 ليصبح إجمالي البطولات 41 بطولة من أصل 60 بطولة في تاريخ الكرة المصرية منذ عام 1948 48 ليصبح الأهلي البطل المفضل للدوري ودون ذلك استثناء مؤقت لن يستمر طويلة أهلاً وسهلاً بحضركم من جديد بعد هذا التقرير الرائع بمناسبة تفوز النادي الأهلي باللقب رقم 41 دوء عام في تاريخ النادي الأهلي على الأقب كبير يا كابتن حسين لكن اللقب المقرب لك أو اللقب اللي أنت حاسس حتى أو أنت بتلعب أو أنت بتتفرج على الأهلي بعد اعتزالك لقب لقيمة أو لقب كل البطولات بالتأكيد كان ريها صغابات وتحديات لكن اللقب كده ليه طعم خاص أو مزال خاص تسدقني لو أقولك اللقب بتاع الموسم ده الكل بيجمع على كده غير طبيعي بعدين كان فيه المهاترات كانت كتير قوي الكلام فيه كان كتير وجدل فيه كان كتير تحديات كان كتير والتشكيك في قدرات النادي الأهلي يعني حتى ناس وصلت لعملية مش عايز أقول لي للأسف بدأوا يتهكموا على النادي الأهلي ويتكلموا بسخرية شوية ما يعرفوش قيمة النادي الأهلي للأسف يعني فعشان كده اللقب دوت عزيز أوي أوي والأهلي رد بالنتيجة طبعا أنا بحيي كمان يعني بعد طبعا ما هتحيي مجلس إدارة قبل الجمهور بتاع النادي الأهلي العظيم دوت اللي كان واقف وعارف أن النادي الأهلي أن المسألة مسألة وقت لحد ما ياخد البطولة وسانت بشكل كبير جدا مجلس إدارة اللعيبة طبعا والجهاز وكل حاجة وعايز بس معلشي أقول كانت صادع وحفيز ليه تصريح في وقت من الأوقات كان فيه أزمة كبيرة جدا وكان فيه يعني اللي هو ممكن حد يقولي أنت بتقولي كلام اللي هو كان بيقوله اللي هو من النادي الأهلي احنا هنتقبل في نهاية الموسم والنادي الأهلي بطل للدور العلي فأنا بحب حقيه وصيقة غير طبيعية طبعا في قدرات النادي الأهلي وده ابن من أبناء النادي الأهلي وعارف القيمة بتاعت النادي الأهلي وعارف إن النادي الأهلي يوم هيقف على رجله إن هو هياخد الدور العلي لا وأنا هجبه كمان موناسبة بقى الشيش بيسكر قال لك إيه خليك هادي بالزبط بقى لك طويل بالزبط لسه الموسم طويل بالزبط وهو كمان معلشي وصلت العملية معها بقى حسيت إن هي بوقت إن الأوقات إن هي بقى يتعملها شخصية إن هو بدأ هو كان قدر إن كان بيحاول يحس الناس لا يا جماعة أنتوا بتتكلموا عن نادي الأهلي نادي الأهلي موجود بالزبط وفي نفس الوقت وإنت بتستعد وعندك مباريات طبعا الزكاء في التصريحات من المسؤولين وهو طبعا عنده خبرات في الجزئية دي فكرة إنك تصدر يعني تصريح لمنافس تصدر معلومة لمنافس تبين المنافس لأنه أنا موجود ما تستعجلش إن أنت تفوز بالدوري برضو في نفس الوقت ده برضو رسالة اللعبته عايز يعرف لعيبته إن لسه الدوري في الملعب فده زكاء وتعامل مديره الكرة في الملفات اللي زي دي مهمة جدا عشان كده مش هيعرف أي حد مع احترامي كامل أي حد في الدنيا ما حدش يعرف إيمة النادي الأهلي والنادي الأهلي يشغال إزاي إلا اللي دخل جوه النادي الأهلي وعايش جوه النادي الأهلي هو بس اللي هيعرف النادي الأهلي لما بيتكلم بيتكلم ممكن ناس تانية من برة تفتكر إنه هو بيتكلم في حاجة في الخيال أو حاجة زي كده ولما اللي عاش في الناد الأهلي وتربية في الناد وال�ه�네 وعارف قائم الناد والوما بعد الناد الأهلي بالحب TonightART لدينا مزيد جدا من المذكة ب اطلقاء من المفتاح البدذوق و ق Seitشانك نجم النادي إسماعيلي طبعا ربنا الدلو اللي تشعر صحا لما قال لكatic الناد الأهلي دول با ردعون بطلاط و escola أي限 يعني لأحد المأشد ملخص اللي możnaقول يلا shown بأ haga من الملامش صح وهو اه النادي الاهلي عايش عشان كده. بتعلم الولادة الصغيرة. طبعا. يعني حرك ماسك فريد الفين وعشرة بتتكلم فبرايا. فلسانة فات كان معي الالفين وتسعة. والالفين وتسعة. انت تكلم في تسعة سين وعشرة سين. بالزبط كده. انت نادي الاهلي. يعني مهما كانت الظروف. حاجات كتير قوي لان انت كمان معلوات الصغيرين دول انت ما بتتكلمش كورة بس يعني انت بتتكلم في مبادئ في اخلاقيات في في السلوكيات. لازم تخش. النادي الاهلي دوت. يعني انا انا بقول زي دايما زي شريط السكة دي. ما ينفعش القطر يخرج برا. فانت لازم تحط الولد من هو صغير على القطبان ديت. عشان يفضل ماشي معاك في القصة دي. فالقصة ديت قبل ما بتعلمه كورة قبل ما بتعلمه تعرفوا قيمة المكان اللي هو فيه. لازم يفهم كويس جدا ان هو في مكان ما ينفعش فيه ان هو يبقى بعيد. ما ينفعش مكان ان هو يبقى رقم اتنين. ما ينفعش ان هو فيه ان هو ما يقتلش. ما ينفعش ان هو فيه ان هو يكون سلوكه مش كويس. ما ينفعش ان هو ما يكونش متفاوق دراسيا. يعني كل الحاجات دي مع الكورة طبعا. واخد برا حضرتك ازاي. فعشان دي دي كل الحاجات ديت وكل السماد ديت لما تيجي تبص الحد من ولاد النادي الاهلي. وماشاء الله حسام عشور وهو كبت النادي الاهلي. لما تيجي تبص التلاحم. اه. التلاحم والحب اللي كان في مطش المقولين اللي فات دوت. تعرف النادي دوت قد ايه كبير وقد ايه عظيم. لا واللقطة الابرز في كل الاحداث ديت كمان. والناس. انا بس بحب كده استرجع الزكريات واعمل فلاش باك لاحداث سابقة. يعني مبارح حسام عشور بيحتفل باثناشر رقب دوري ليه مع النادي الاهلي يا كابتن حسين. وحسام عشور ليه لقطة ومشهد. وده اللي حتى خلاه يدمع مبارح لانه حسام حاسس بتحديات وحاسس بمواقف حصلت على مدار السنة. وهو كابتن الفريق. كابتن الفريق بيتحمل مسؤولية الفريق على مدار المسلم الكامل. وبي دائما بيقعد مع اللعبة وعارف العايزين ايه ومحتاجين ايه ويقعد مع الجهاز وعارف الاتموسفير كله بتاع الفريق. حسام في مطش سامدونز بعد المباراة جمع اللعبة في وسط الملعب وراحوا للجمهور فيما اشبه بالاعتذار. لكن ضمنيا قالوهم فيما بينهم تلعيبة يعني. احنا بنعتزل للجمهور لكن بطولة الدورة السنة دي. حاسس ما نخسرها. بالضبط. بطولة الدورة السنة دي تحدي عشان نعود بس جزء بسيط من بطولة الفريق اللي مخسرنا. وكملوا حضرتك بعدها لو حد مقرب طبعا من اللعبة وكلام ده كله. كلام ده حصل برضو في المعسكر بتاع اسباني. مظبوط. تعهده تاني من اقوله جديده. والكلام ده كلهم بالزبط. فهي دي بص فرحة رمضان صبحي. بص طبعا كل الناس ولاد النادي الاهلي. طبعا ما دخلت النادي الاهلي. طبعا ابن النادي الاهلي. بص التلاحم انا يعني حاجة برضو الكرة يا جماعة مش 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 ملعب بس. لا 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 حاجات كتيرة جدا التلاحم بتاع اللعيبة ده والحب بتاع اللعيبة دوت انت بص الناس بتجيب جون بتخرج مع مع اللعيبة اللي هي كانت احتياطي او كان بتسخم برا. بص الحب مش مش برياء مش بنفاق مش. دي ناس بتحب بتعشق النادي الاهلي. بتحب النادي الاهلي. كله تجمع على هدف واحد. واخد بها حضرتك. فطبعا ربنا سبحانه وتعالى عادل يعني. لما بيبقى فيه التلاحم دوت والشغل دوت والجهود دوت. لازم ربنا سبحانه وتعالى في الاخر ان هو يكفع يعني. الفوز بقية بطولة بيجي من اللعبة على جزيات صغيرة. الجزيات الصغيرة دي. لو عايز تدرسها هتلاقيه جون نادي الاهلي. بالزبط. والاستعداد. الاستعدادات طبعا النادي الاهلي بيستعد بشكل كبير جدا. وبيحضر بشكل كبير جدا. والمنظومة كلها بتلاقيها ورا هدف واحد. حتى لو اختلفت الطرق. لو قلنا مثلا. يعني نارضة اصد محمد موجود. حسين موجود بعديه. فلوان موجود بعديه. هو الهدف واحد. اختلف الاسلوب. لكن الاسلوب في النهاية. الطريقة او الهدف هو واحد. انت هتروح من الطريق ده وانا هروح من الطريق ده. بس احنا هدفنا واحد. ايه هو البطولة. وكمان القيادة الحكيمة. اللي النادي الاهلي بيبقى رقم واحد. اه القيادة الحكيمة كانت بحسين يعني بعد ما مبارد كانت فيه مطالب كتيرة جدا للجمهور بامور فنية. طبعا انا مش عايز اخد بس عشان يعني ما ما يبقاش المجلسة دارها تحمل برضو. اكيد. بشكل عنيف جدا. آآ كلام ومهاترات وحاجات كتيرة جدا. برضو بحقيهم جدا ان هم في عز الكلام ده كله. عنده حسن الظن. بالتزان. كما عهود طبعا النادي الاهلي ومجلس دارته. انه هو ما بيخش في محاطرات كتيرة. الناس بتشتغلوا بس. فطبعا كل التحيات تقديري لهم طبعا. ولو عندك خسارة فالنية في مباراة وبطولة بتهدى وبتتعامل معها بمنطق. بالزبط. عشان ما تبقاش خسرت كل حاجة. بالزبط. ما انت على الأقل لسه عندك بطولة او اتنين بتلعب عليها. فبتخسرش كل حاجة. بالزبط. فتحضر وبعد نهاية الموسم تقدر بقى تزبط الفرقة وتشوف القائمة وتشوف الجهاز الفني والكلام ده كله للمرحلة الجاية. فالقيادة الحاكمة في مواقف زي دي ما بتبنش الا في النادي الاهلي بصراحة كابتال حسين. بالزبط. مش بنقول الكلام ده والله عشان احنا على قرارات الاهلي بس. التاريخ والايام. لا اللي 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 مش عايز يصدق كلامنا دوت يرجع. يعني انا كنت مع حضرتك المرة اللي فاتت هنا ونا كنا بتتكلم في وقت من الاوقات. يفتح كلام التاريخ. اه يعني ارجع تاني شوية لما كنا حتى انا كنت فاكر ان هي كان جزئية كانت تقريبا عن ان كنا بتتكلم عن الناشئين وكان النادي الاهلي. قلت لحضرتك حتى واحد بس يفكر شوح صغيرين. واحسب اللعي اللي موجودة في النادي الاهلي في الفري الاول كام واحد. عشان تعرف القطاع الناشئين بيطلع العيب. بالزبط كده. بالزبط كده. بالزبط كده صح. طيب ايه ابرز المكاسب اللي اتحققت للاهلي بعد الفوز بالدوري? حاجات كتيرة طبعا. يعني بعد موسم طويل وشاق. مش عايزين نقول استثناء ده فوق الاستثناء يعني ان انت توصل لحاجة كده وفي بداية موسم. وما خدتش الدوري انت خدت الدوري بصعوبات كتيرة. فنية وغير فنية. في الملعب وبرى الملعب. استحملت حاجات كتيرة. وفي نفس الوقت ان انت كبداية موسم بالنسبة لك بقى احنا بنبص خلاص متعودين في الناد اللي ان انت الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا وحققنا الهدف بتاع الدوري العام. انت في بداية موسم بتستعد الاشياء تانية وحاجات تانية وبطولات تانية. فانا بشوف كمان ان الاداء تحسن بشكل كبير جدا. كفنيا للفرقة. يعني انت كسبت وكسبت بشكل كويس. يعني الاداء افضل كمان بشكل كبير جدا. فدي حاجة تبشر بالخير ان شاء الله بامر الله. ان الموسم الجاي ان شاء الله بازن الله ان الاداء الفرقة هتبقى حاجة ان شاء الله كويسة جدا. بازن الله. طيب. الناس اللي متعرفوش ان الكابتال حسين شكري في الاساس ظاهير ايصر. باكلفت. اه بالزبط. صح? اتكلمنا عن القصة دي قبل كده لما كنت جاي مكان الكابتال محمد عمارة. بزبط. ولعبت مباراة الاهل والزمالك. وانزلت في مكان سيت لما صاب ولعبت بكرايت. لكن عادي سألك كافضل لعيب كان في المركز ده لما كنت في الترسانة وانتقلت للنادي الالي. في المكان ده حاليا في الدور المصري ابرز لعبة وعالم علول. اه. حديثك عن علم علول او تتكلم عن علم علول تقول ليه? من افضل لعيبة الاجانب اللي جات في 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 مصر. وما كانش معتاد ان النادي الالي بيجيب لعيبة في الخط الظهر. في الخط الخلفي. اه انهم يبقوا كان دايما معظم اي اندية او النادي الاهلي عامة كان في الجزء الامامي دوت انت او نص الملعب والكلام ده كله ان انت بتحاول ان انت تجيب لعيبة. اه. انما علي ما شاء الله عليه. اه. تحس ان هو ابن النادي الاهلي متربف النادي الاهلي. اه. مخلص. مستوى بشكل كبير جدا ثابت. اه. بفرق مع النادي الاهلي بشكل كبير اداؤه. اه. بتمنى له التوفيق يعني ربنا يكرمه ان شاء الله بازن الله وربنا عوضه خير لان هو برضو من الناس انا بشوف طبعا احترام الكامل للمنتخب التونسي ان هو اتظلم برضو في موضوع ان هو مرحش المنتخب. بالزبط. اه. انه كان احق بصراحة ان هو يبقى متواجد كان فرق كتير جدا مع المنتخب التونسي. وبعدين فكرة ان هو في المركز ده هداف الفريق بصبع اهداف. امبرح افتتاح لك التسجيل في مباراة كانت يعني دمهت ايه شوية لو جبت جون هتفرق ودل حصل. كان ليه دور ايجابي في المسألة دية. في مبارات كتيرة كمان في مباراة بتاعة التحاد. تقريبا في الاتحاد وفي مباراة بتاعة الحرس تقريبا. الجيش. اه. الجيش طلع الجيش. اه. هدف برضو في توقيت برضو صعب جدا. اه. يعني توقيتات كمان. تمريرات حاسمة. بالزبط. التوقيتات كمان اللي هو بيجيب فيها اهداف يعني. معسرة. ام. فده واضح يعني الفعلا اللي هو لكل مجتهد النصيب. لان هو هو بيكتهد. وبيشتغل على نفسه كويس. بحس ان هو متربي فعلا في الناد الاهلي. واخد السمات كلها بتاعة الناد الاهلي. الروح القتالية بتاعة الناد الاهلي. هو اندمك في كمية الاهلي. بالزبط. اه. بالزبط. هو 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 تحس ان هو يعني متربي هو عائل صغير في الناد الاهلي. طيب حقيقي وبتمنى له الخير ان شاء الله بازن الله وان الموسم الجاي بامر اللي ان يبقى افضل من كده. طيب. حسين الشحات واداءه في مباراة الامس. تخلص من الضغوط? بشكل كبير. حسيت بدا? حسيت بدا لان ده مرة علي لما جيت الناد الاهلي. نفس احساس. خدت فترة اه خدت فترة طويلة جدا. اللي هو مش عايز اقول ان انا مش مسد ان انا في الناد الاهلي. الناد الاهلي كهين كبير وبشكل كبير. فممكن بتحصل مع لعيبة كتيرة اوي ان انت لما تروح الناد الاهلي تاخد فترة كبيرة اوي على ما تستوعب ان انت بقت في المكان ده. هو ممكن اللاعب يحس الاحساس فعلا? انا اقول لحضرتك دي حصلت لي انا. اه. انا اول ما رحت. يعني خدت فترة طويلة اي اي اوي ان 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 انا في الناد الاهلي. انا كمان معلش انا اهلاوي من من قبل ما جد الناد الاهلي. من هو انا ولد صغير. يعني ورحمة الله عليها والدي. كان بياخدني واحنا صغيرين. المطشوط بتاعت الناد الاهلي دي اللي كان بتلعب في الناد الاهلي ساعة عشر صبح وواحدة الظهر وتلاتة. في ناس كتيرة من جماهير الناد الاهلي اللي متواجدة دلوقتي يعرفوه رحمة الله عليه. يعني يعرفوا ابويا كويس. لانه كان بيروح المباريات الاهلي. كان بيروح المدرجات او كان بيروح التمرين كان بيروح التمرين كان بيتفرج على التمرين وساعات كمان وانا في الناد الاهلي كان بيجي ويمشي وما يقوليش. игра عرب بعدها اه. 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 قولي انا جيت وتمشيت انا. اه. الواحد كان بيشوف اللاعب مقفول مش اقلي من عشرة وتفرر. مش تدريبات متعلقة بمباراية حسيمة ولا حساسة. كل يوم تمرين بنفس العدد. بالزبط. فهو ربا ربا فينا يعني او ربا في ايه انا حب اله حب اله حب النادي الاهلي او بالزبط. فعشان كده بقول لحضرتك ان انت ممكن لما لما تيجي النادي الاهلي بقى وتخش المنظومة ممكن يعني بتبقى في عملية اللي هي مش عايز اقول رهبة او حاجة زي كده. ان بتاخد منك وقت على ما تستوعب القصة ديت وتخش بقى انت في فخدت مني فترة. فبالنسبة للحسين انا بحس يعني انا حاسس بيه في الجزئية ديت. هو لعيب كويس وقدراته كويسة. كان عليه ضغوط كبيرة جدا وناس كتير اتكلمهم كتير جدا بس هو لعيب هايل ولعيب كدراته عالية. آآ بتمنى من ربنا ان دي تبقى البداية الحقيقية بقى ان هو يكمل مشهور مع مع النادي الاهلي بنفس الشكل ده وهو عنده افضل من كده كمان ان شاء الله بإذن اللي عجب كان برح فاده حسين الشحات. حسيت ان هو تحرر من الضغوط يعني رجع حسين الشحات اللي احنا بنعرفه. يعني في جراءة مرمى في تحرك ايجابي. بالزبط. بيحاول وعايز ووضح ان هو. مش خايف لو ضيعة. لا لا لا. ووضح ان هو في المعسكر بتاع اسبانيا هو استفاد اشتغل اشتغل على نفسه كويس. اي جناس فاني فالحسين بيحتاج معسكر عشان يقدر يفل على اللعيب ويقعد معهم. بالزبط. ويعيش الاجواء معهم ويقدر ينفذ الخطة او التكتيك او الافقار اللي في دماغه مع اللعيبة في آآ معسكر. فترة الاعداد دايما تعودنا وتعلمنا اللي هي القلب النبض بتاع الموسم. القلب النبض للموسم. بتاع الموسم. اه. لو ما تعملتش مزبوط وكان فيها تقصير او فيها حاجة هتلاقي ده في خلل في على مدار الموسم. لما بتتعمل فترة الاعداد كويسة بشكل كويس. مش بتكلم فني بس. انا بتكلم في الجزئية اللي هي بتاعة. حضرتك زي ما بتقول الترابط والتجانس والاااااااا للاعيبة بينها وبين بعضها. بيبوا ريبين جدا من بعض التعامل بيبقى بشكل اكبر ااااااا. بتبقى البداية دي بتبقى كل مكانة بنسبة كبيرة كويسة واخر خلج بقى حضرتها الموسم بيبقى بشكل كبير اااااا ناجح ان نشاء الله بإزنا الله. طيب الجزء بقى الاهم بعد الفصم البطولة ال مبارح والفرحة اللي عاشتها الجمهار المصرية وجمهار النادي اللي في كل مكان مصر امبارح اكتسد باللون الاحمر. طبعا. لكن النهاردة الصبح طبعا انا ولايتنا لاينا تصريحات للجهاز الفني من البداية يا جماعة عندنا مباراة. خلاص اه. مباراة الزمالك. اه يعني. اه خلاص. يعني حتى مباراة الحد تحصل حاصل. موضوع انتهى. لكن ايه الفكرة عشان برضو جمري بقى عارف. هو ده النادي القالي. اه. ومن على ايامنا ومن قبلنا يعني بتكسب ماتشا وبتكسب بطولة او بتاخد بطولة او الكلام ده كله. يوم او يومين خلاص الموضوع انتهى وبتبدأ تشوف انت هتعمل ليه بعد كده. طب ايه اهميت تلك الرسائل? لما بتكون في منظومة واخدى على انها. ما بترضاش غير بالمركز الاول او بالبطولة او بالكلام ده كله بيبقى ده شيء طبيعي. انت خلاص بتحضر لحاجة انت حققت هدف. بس فيه هدف تانية متتالية بعد كده هوت انت عايز تحققها. طالما انت عايز تبقى البطل. طالما انت عايز تبقى نمر واحد دايما. فخلاص بتلاقي نفسك بعد بعد تحقيق الهدف دوت بتسعى لاهدف بعدك دوت. مم. وبعدين ال 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 انت في النادي الاهلي برضو زي ما بنقول انت بتشتغل عشان النادي الاهلي يبقى نمر واحد. اللعيبة كمان لها حزبة تانية انت انا انا كنت في النادي الاهلي واخدت كام بطولة. طبعا. ما هو انت بعد ما هتبطل كورة هتيجي في النهاية هتقول ايه? تاريخي. تاريخي ايه? انا اخدت كام بطولة. في ناس لعبت وكان اسميها ما شاء الله وما اخدتش حاجة. او يعني في ال الناتج في الاخر. هيقول انا يعني ما واسماء كبيرة جدا. اه مش عايز اقول اه مش عايز اقول اه مش عايز اقول اسماء يعني. ان الاهلي واخد واحد واربعين دوري. حسام غشور لوحده اتونشر دوري مع اهلي. ما شاء الله عليه اه. اه. واخد بل حضرتك لما ديجي تبطل كورة ده الرصيدك اللي انت عملته بقى اللي هو الشخصي. مم. غير ان انت مسلا طبعا كان شاركت مع النادي الاهلي. او بعد ما بتبطل كرة. فعشان كده يعني انا حابب ان انا اقول اه حاجة يعني اللعيبة بتاعة النادي الاهي عايزك تقاتل طول ما انت في الملعب. قاتل وحارب على ان النادي الاهلي يكون رقم واحد وان كل ده بيدفلك انت كمان كلعيب رصيد في النهاية هتتبهى بي في الاخر بعد ما بتبطل كرة. هتحس بقيمته بعد ما بتبطل. هتتبهى ممكن يكون اتقلنا من ناس اكبر مننا. وحسنا بيه بعد ما بطلنا كرة. ان انا خدت دوري عام. خدت بطولة افريقيا معناه دليل. خدت كاس مصر معناه دليل. خدت بطولة عربية. يعني كل الحاجات دي انت تتباهى بيها بعد كده. لان ده رصيدك اللي انت عملته. اللي انت حققته وشئيته وتعبت عشانه. هو دوت اللي انت حققته. فانا بقول اللعيبة رسالة ليا يعني اخواتي طبعا الصغيرين. يعني احنا الحمد الله ربنا كرمنا اخدنا البطولة. ان شاء الله بازن الله. نكملها على خير. ومبارات يوم الحد ان شاء الله بامر الله. بازن الله. بازن الله. ونبدأ بقى موسم جديد ان شاء الله بازن الله على خير. بامر الله. طيب. اكمل معاك الحديث عن مبارات القمة. لك ليك كده قصة واستوري معين في مبارات القمة ومبارات الاهل والزمالك. لكن مهم اطلع لتقرير. الصحفيين والنقادر ياضين بيتكلموا على فوز الاهل بالدرع. ورأيوهم بقى تحليلا كده. ازاي الاهل قدر يفوز بهذه البطولة. نسمع رأي الصحفيين والنقادر ياضين. سونا نعود الحديث مع الكابتن حسين شكري بعد هذا التقرير. اشتركوا في القناة اولا اسمح لي ابارك لكل جماهير الاهلي. ابارك لإدارة الاهلي. ابارك للعيم الاهلي. ابارك للجهاز الفني الاهلي. بصراحة يعتبر ابطال بمعنى الكلمة. رغم الظروف الصعبة اللي حضرتك قلت عليها. اللي ان هم استطاعوا ان هم يحصدوا اغلى واهم لقب في الدولة. مش عشان خاطر الاهل. الاهلي دولابه مليان بالالقاب والبطولات والدروع والكوس والكلاجات الجميلة دي كلها. اللقب 41 ده هيبقى نقطة مضيئة جداً في تاريخ مطولات الاهلي عشان خاطر زروف كتيرة جداً جداً جداً. نادي الاهلي عند الموعد تماماً كما نحن متوقعين دائماً. عايزين نقول للنادي الاهلي مبروك. مبروك على طبعاً موسم طويل شاق. مليء طبعاً بالتحديات. مشوار كان صعب جداً. مشوار كان طويل جداً. سنة كاملة. فبنبارك طبعاً للنادي الاهلي. بنبارك لمجلس إدارة النادي الاهلي. بنبارك للاعيبي النادي الاهلي. للجهاز الفني. طبعاً تعبوا طوال موسم كبير وشاق. بنبارك لجمهير النادي الاهلي اللي هي صمدت ووقفت ورا النادي الاهلي في فترات صعبة كتير جداً جداً جداً. مرت في مشوار الفريق سواء كانت في الدورة أو في المطول الأفريقية بسبب الإصابات والدي انسببت بعض المشاكل اللي تعرض لها الفريق. فطبعاً الحمد لله. طبعاً بنقول للنادي الاهلي مبروك على هذا الإنجاز الطويل الحق أو. وكمان طبعاً قدر ان هو يكسب قبل ما وصل لمباراة القمة. وكان فيه فارق كبير جداً طبعاً من النقاط. وياما ناس كتير جداً تنزرت على الاهلي. وقالت ان هو فريق مش عارف في في الآخر ممكن يهبط. وياما ناس قالت ان هو الاهلي دلوقتي بقى في المنطقة الدافئة. فطبعاً مبروك عليه المنطقة الدافئة. وكل ده طبعاً تحمله لعيب الاهلي وجهاز الفن طبعاً بصبر وبعمل وبكفاح. هذا الدوري يكون المسجل في مأبسوعة جينس الأرقام الخسائية. اول مرة في تاريخ الدور المصري ان يظل دوري اقترب عن العام. ودي طبعاً كارثة كبرى يتحمل تبعاتها انتهاء الكرأة والمجارة المسابقات اللي ادرت انه هذا الدوري. والاهلي احمد الله اللي هو اسقاع اللي هو يفوز بهذا الدوري. اللي اعتقد اللي هو من اهم الدوريات اللي فاز بها الاهلي على مدى تاريخه طويل. ستين دوري. اعتقد ان هذا الدور هو الأصعب والأشرس والأقوى بالرغم من المحاطرات الكثيرة التي شاهدناها على امتداد الموسيوم. الان اهلي كان تميز بالمسك نفسه عن كثير من التخول في عزين كان يمكن تعطله كثيراً ولكن استطاع في النهاية ان يصل بسفينة الدوري الى بر الأمان واستقر درع الدوري بجوار الاربعين درع السابقين؟ طبعاً يعني بكل بساطة وبكل وقائية وبكل حيادية أيضاً. اللي يراهن على الاهلي ما يخسرش. ادارة النادي الاهلي كانت تراهن على لعبة وعلى مسؤولية اللعبة جمهور النادي الاهلي. كان بيراهن على الادارة وعلى الجهاز الفني. على اللعبة ورغم كل الكلام اللي قيل ورغم كل الكلام اللي اصير حول النادي الاهلي وامكانيات عدم تتويجه باللخب. انا واحد من الناس كان عندي ثقة أنه النادي الأهلي هو بطل الدوري ده من قبل بطولة الدوري قلت الكلام ده وحتى لما بدأت بطولة الدوري وحتى لما كان فيه تحديات وكان فيه مشاكل كبيرة في اعتقادي وفي وجهة نظر أنه من أهم الأسباب اللي خلت الأهلي يتوج باللقب خاصة في موسم في وجهة نظر كان فيه تحديات كبيرة جدا 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 هو التركيز فقط داخل الملعب تركيز جوه النادي أنك تقفل على نفسك أنك ما تلتفتش للقيل والقال خارج النادي الأهلي كان فيه كلام كتير جدا ولكن برا النادي كان فيه كلام بمثابة ضجيق بلا طح أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا على التقرير ورأي النقاط والصحفيين في فوز النادي الأهلي بالدرع رقم 41 أكيد الصحف والمواقع وكل من مهتم بالتأكيد بفوز النادي الأهلي بالدوري عنده تحليلات وعنده ذكريات وأكيد هيعمل سلسلة فوز النادي الأهلي بعض المسابقة ويبدأ يتحدث عن المسابقة من أول أسبوع حتى آخر أسبوع موروا بقرارات وأمور كتيرة جدا مرت بقى القرى المصرية على هذا المسابق فبالتأكيد ملف مهم جدا حتى للنقد الرياضي وللصحافة الرياضية لما بتيجي تختم المسابق تعمل ملف كامل وأنت فاز مبطولة إيه اللي أنت تحديات اللي مرت بيها والملف ده أكيد فيه تفاصيل مهمة جدا الصحافة والنقد الرياضي مهم جدا هيتكلم عليه بعد مباراة القمة طيب كابت الحسن كنا بنتكلم على مباراة القمة وأول مشاركة ليك في مباراة القمة كان أول سنة ليك أول سيزن بعد انتقالك من الترسنة للنادي الأهلي جاي كظاهير أيصر كواليس نزولك مباراة القمة وعشت إزاي أجواء مباراة القمة والنتيجة حتى الانتهت بيها أول مباراة شاركت فيها مع النادي الأهلي بسوء حضرتك طبعا لما تبقى شغال جاي من نادي طبعا نادي الترسنة نادي كبير طبعا كل احترام التأديري طبعا لنادي الترسنة ليه فضل بعد ربنا صحنا تعال علي مباراة القمة بتبقى يعني أجواءها غير أي أجواء وأي حد يقول لك كده يبقى مش ما بيتكلمش حقيقة أجواءها بتبقى مش المباراة نفسها قبل المباراة كواليس أيام من قبل المباراة من نهاية آخر مباراة هتلعبها خلال بقى الأسبوع أو العشر تأيام اللي انت هتلعب بيه مباراة مباراة الزمالك دي بيبقى ليها استعدادات خاصة وبشكل خاص وبيبقى ليها أجواء كده سبحان الله بتبقى غير طبيعية يعني بيبقى التركيز فيها بيعلم بشكل كبير جدا التدريب القتال في الملعب كل اللعبة عايزة أنها تشارك في المباراة زي كده فأنا كان خدت خلفيها طبعا من اللعبة اللي كانت موجودة الأقدم مني اللي كانوا بيلعبه اللعبة مباراة قبل أهلي وزمالك طبعا فأنا كان عندي استعداد يعني كنت حابب المباراة الكبيرة دي بتبقى ولدتك أه بحب اللي هي التحديات الحاجات اللي هي اللي زي كده فكنت مستعد لها بشكل كبير الأجواء بتاعتها كنت مبسوط بيها كانت طبعا جديدة علي فاكر التوقيت اللي أنا كنت هنزل فيه أنا نزلت مكان كبساد أو حفيز كان بيلعبه هو ببكريت وتقريبا اتخبط في رجله وتعور وكده واستحمل فترة طويلة بصراحة تقريبا أخر خمسة عشرين ديئة أو حاجة زي كده شوط التاني أنا فاكر من مستر سوبل تعليماته كانت بالنسبة لي نفسية أكتر من إنها أمور فنية أمور فنية يعني قال لي أنا فاكر كويس حتى اللي هي المباراة قريبا هنا في القناة دي المباراة انتهت بفوز الأهل 2-1 جون حسام وكابتن إبراهيم جون محمد صبري بالضبط جونين كابتن حسام وكابتن إبراهيم فأنا فاكر إنه لما أجيك كلم معي يتعامل معايا نفسي يعني هو قال لي بنفس اللفظ كده قال لي أنت لعب كويس وأنا بسخ فيك وعارف إن أنت هتأدي كويس وبشكل كويس وعارف إن أنت ما بتخافش وعارف إن أنت راجل يعني معنويا أكتر بالضبط من فنيا هو كان عارف إن أنا الحمد لله كنت ماشي كويس وكان الفترة اللي هي أبلاها كنت متمرن كويس وهو حاسس أول مباراة قمة لازم أتعامل معك ومش هيديك مباراة قمة إلا لما يكون عارف إن أنت عندك سمعات شخصية إن أنت تقدر تاري اللي أنا لعبتهم دول كانت بشكل مميز كانت بشكل كويس جدا يعني بس الغريب إن أنت جاية كابتل حسين كباكليفت ونزلت في الجابهة اليوم ده نصيبي يعني تعاملت مع قبل دي كمان إن أنا أنا من النوعية بتاعت اللعيبة اللي هي عارف اللي هو يعني لفت على كل الأماكن اللي في المرعب لعب شوكر لعبت كل الأماكن اللي في المرعب يعني بداية من تحت رصات الحربة لباكريت سيردباك دي لعبتها في النادي الأهلي بس لأ يعني لما جيت لعبتها في ومشيت فيها فأخدت مني فترة طويلة قوي ما كنتش حافظ المكان نفسه المركز نفسه بتاع المكان دوت برضو مش مش عالي مطلبات المركز أكيد مختلفة كانوا زمان كنا بنلعب ثلاثة خمسة اتنين لو الناس تفتكر كنا بنلعب ثلاثة خمسة اتنين ما كناش بنلعب زي دولة لابر واتنين مساكين مع الابر واتنين الباكات ولما جيت كان فيها حاجة أصعب كمان إن مصر السوبيل ما كانش بيلعب بليبرو واتنين مساكين كنا بنلعب ثلاثة زي على خط واحد لو الفرودين جوم هنا الاتنين دول مساكين والأخير دوت هو اللي بيغطي هو الليبرو والعكس صحيح وخبار حضرتك ولو كانت من منطقة الجزاء كانت بتبقى عادية الاتنين مساكين فكانت برضو فيها حتة حرفية في اللعب بالضبط كان لازم تحفظها كويس غير إن انت عايزت التمركز نفسه إن انت تعرف توقف إزاي دي بالنسبة لنا خدت فترة عشان أعرفها بالنسبة لي خدت مني وقت عطلتني شوية بس الحمد لله رب العمين لما حفزتها وحفزت طريقة اللعب والشكل والضغط والكلام ده كله مشيت بعد كده بشكل كويس فيها الحمد لله رب العمين يعني تمام نزلت المباراة عشت إزاي الأجواء دي بقى طبعا مباراة الحد للأسف طبعا مباراة بدون جمهور لكن مباراتكو في التسعينات كانت مباراة القمة كان لها مواصفات خاصة الملعب كان مليا تقريبا ياريت نقدر إن احنا نشوف منها أجزاء أتمنى لو عندنا أجزاء منها نعرضها الناس تفتكر لذكرات مباراة القمة كان الجمهور كبير بشكل كبير جدا اللي أنا فاكره كمان إن الواحد كان أول ما نزلت الملعب عارف إنت الحماس وباور إن إنت عايز تتحقق حاجة كويسة وعايز تعمل حاجة كويسة فما كانش طبعا فيه ما كانش فيه رهبة خالص ولا فيه أي حاجة إنت عايز اللي هو مباراة أهلو زمائك دي ممكن زي ما بيقولوا مولد نجم جديد هنت عايز تظهر بأحسن شكل وأفضل شكل لك في التوقيت ده وإحنا كنا بنلعب بشكل كويس بصراحة بأمانة الله يعني المباراة دي كنا متفوقين فيها الباراة دي كانت مباراة رائعة جدا آآ كنا متفوقين فيها بشكل كبير آآ كنا متفوقين فيها وكانت فرقة كويسة بعد المباراة آآ بعض المباراة عيشت بقى الأجواء إزاي لقى له كاسبان وكانت أول مباراة قمة بالنسبة لك عيشت الأجواء إزاي بعد أن لا اول قط الليبس. انت بص انت احنا خلصنا المباراة اول من حاكم سفر وخلصت المباراة كل واحد بيجري في حتة عند الجمهور. اه. ما انت مش عارف انت راح فين. كانت الفرحة فرحة كبيرة جدا كانت اخذت بطولة. لان هي فعلا بتعتبر بمباراة بطولة. اه. يعني بطولة خاصة زي ما بيقولوا بطولة خاصة. الحاكم سفر من هنا فعلا احنا كل واحد عند عند الجمهور في مكان يعني. احتفلنا مع الجمهور بشكل كبير جدا. وكان احتفال جميل يعني كان يوم محمد ربنا عليه يعني ان انا عشته. بس انت تبقى بطولة خاصة يا كابتن حسين. طبعا طبعا. مباراة خاصة وبطولة خاصة. بالزبط. بالزبط. اجواءها كمان مختلفة عن اي حاجة. يعني الاجواء بتاعة مباراة الاهل والزمالك بتبقى اجواء غير طبيعية. يعني بتحس ان انت بتلعب دوري خاص. او او مباراة خاصة برا الدوري خالص. فبتمنى من ربنا ان شاء الله بازن الله. ان النادي الاهلي. يعني مش عايز اخش في حاجة مش اه. عشان الناس اللي بتتكلم بتقول البطولات بتاعت النادي الاهلي والكلام ده كله ان احنا ناكد ان شاء الله بازن الله ان احنا ابطال طول عمرنا عن جدار ايه. وعلى فكرة برضو في نوطة مهمة كابتن حسين. مش الفوز ولا السلاس نقاط لا ياكد. لا 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 لا. بص انا انا ما بحبش دايما يعني في كلامي ما بحبش دايما اخش في محطرات مش 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 مصبوطة. بص احنا في نادي اتعلمنا ال الهدف ايه هو اتحقق. بالزبط. هو ده هو ده القصة. ما حوالين بقى اللغة والكلام اللي بيحصل والكلام ده كله ما بحبش اخش في. افعال ولا يساعدت. بص دايما ما ابدأ كده في الحقيقة. اللي تلاقي اعزاره كتير. يعني معلش انا انا اسف. زي ما اتعلمتها وزي ما اتقالتلي بيبقى مليد. اللي بتاع دايما حاجة كتير ده وبتاع اللي هو زي زي كانوا بيقولوا كده اه هجة البليد مسح التخت اول ما المدرس يطلع ويسأل الاسئلة. والكلام ده كله. طلعه واحد راح رايح متبرع وااخد البتاعه وعمال. هو مش عايز يقعد. هو مش عايز يقعد. عشان ما يجاوبش. انا ما انت لو انت شاطر انت هتقعد ورسك من نفسك ومذاكر كويس. هتقعد. المدرس هيسألك السؤال. وتقدر تجاوب. بس. يعني اختصارا للموضوع كله. يعني ان شاء الله نشوف مباراة إن شاء الله بأمر الله إن شاء الله بتمنى من ربنا بإذن الله إن إحنا نقدي بشكل كويس جداً وبأداء كويس جداً وربنا يكللها بنتيجة كويسة إن شاء الله بأمر الله آخر حاجة أختم بها معك كابتر حسين أنا دلوقتي أقول طبعاً لكل المشاهدين منشور تعلمات القيد وانتقالات اللعب اللي للموسم الجديد وأخذ تعليق بسرعة عشان باقي أقل من دقيقة القيد في الموسم الجديد إن شاء الله حابتنا إذن الله بنكلف القصة دي ويكون عايزين إجابات لك الحمد لله النهاردة التحاد القرى طلع القيد بالنسبة للموسم الجديد قيمة السنة جاية 30 لعب أياً كانت المراحل السنية أيضة من 98 اللي تلقيت ما عندناش مشكلة أيضة قيمة بس يكون فيها 30 لعب أي لعب لن يسدد لي مستحقاته من نديه خلال شهرين سيسمح له بالرحيل مجاناً طبقاً لقرار لجنة شؤون اللعبين في هذا الأمر الجزئية التانية يسمح بقيد أربع لعبين أجانب فقط في الموسم القادم علماً بأنه سيتم تقليل عدد اللعبين الأجانب بدءاً من الموسم 2020-2021 اللي هو الموسم بعد القادم اللي ينطلق إن شاء الله في ستمبر المقبل اللاعب الفلسطيني واللاعب السوري واللاعب الشمال الأفريقي سيعامل معاملة اللاعب المصر لكن سيطبق هذا الأمر على الموسم القادم فقط موسم 2019-2020 لكن بعد هذا الموسم سيعود من تاني لعب أجنبي الفلسفة مش عارفين بس يلا أقول لكم إيه المنشور سريعاً الجزئية الأخيرة التسجيل وفتح باب القيد المحلي سيبدأ من 29 سبعة حتى 29 تمانية ودي فترة القايمة الأولى اللاعبين اللي هم لسه عقدهم مستمرة وموجودين من الموسم الماضي لكن القيد سيستمر في الفترة الثانية من 29 تمانية حتى 17 تسعة وقبل انطلاق الموسم الجديد فترة الانتقالات الأخرى هتكون من 1-1-2020 حتى 31 يناير 2020 الإعارة يجوز للنادي إعارة أي لعب مرتبط بتعاقد معاه بحد أقصى خمس لعبين فقط يعني أي نادي عنده أكثر من عشر لعبين معارين لا اللايحة دلوقتي الجديدة بتقول خمس معارين فقط طب لو عندك لعب معار أو طلعت لعب وعايز تجيب اللاعب بحد أقصى هتستبدل خمس لعبين فقط فبالتالي دي شروط القيد والانتقالات خلال الفترة القادمة وفي مسألة الملف اللاعب الأجنبي أكيد فيها تفاصيل وفيها فلسفة هتكون محور حادثنا وكلامنا إن شاء الله لكن بعد مباراة القمة وبعد نهاية مباراة الزمالك بالنسبة لإستعدادات الأندية وتحديدا للنادي الأهلي في الموسم القادر تعال يا كابتل حسين وكلمة أخيرة أتمنى من ربنا اللي عمل اللايحة دي تراجع نفسه تاني فيها لأن كلها معلش أخطاء كبيرة جدا يعني إيه إن أنا أتعاقد مع لاعب مثلا عربي أو كلام ده كله موسم واحد فهو فيه نادي هيجي يتعاقد موسم واحد مع العيب تمام ما يصحش ما ينفعش حاجة تانية أنت أنت دلوقتي أنت بتحاول أن أنت تساعد الأندية ولا بتضغط على الأندية يعني إيه مثلا دلوقتي فيه أندية مثلا نادي سي مش هننتكلم على الدور الممتاز فيه رعاية وفيه كالجام ده في الدرجة التانية لعيب ما خدش حقه شهرين وارا بعض يمشي فري طب إزاي طب ما ممكن لعيب يحصل مشكلة مع ما يرفض إن هو ياخد فلوسه هتعمل معه إيه ده عدد شوها بلاك نتشول اللعبين لا ده موضوع يعني موضوع كبير يعني أنا بتمنى لأن هي فيها أخطاء كبيرة جدا يعني إيه أنا أتعايد مع لعيب موسم واحد فيه عدد في الدنيا طب إنت هتوفر لي إيه عشان أنا أروح مثلا أجيب لعيب أقول له مثلا تعال معايا موسم واحد مين لعيب كويس هيجي عشان يجي موسم واحد ده يكون بحور حديث أكيد بعد نهاية الدوري وأكيد هايما فيها تفاصيل الفترة القادمة بعد نهاية المسابق إن شاء الله كابتل حسين شكري بشكرك شرفتنه ونورتنه وكل التوفيليك يا رب الفترة القادمة أنا متشكر اسم محمد ومتشكر القناة ودايما بتشرف إن أنا موجود شرفين أنت بقناة النادي الأهلي ربنا عزك طبعا الله يخبرني أكيد أكيد شكرا جايزينا كابتل حسين حلقة كانت مهمة جدا فقرة فنية ممتازة مع الكابتل حسين شكري واستجعنا فيها ذكريات مباريات القمة مباريات الأهل والزمالك لكن طبقا إن شاء الله مبارات يوم الأحد القادمة لتمنى هي تنتهي بشكل جيد تعبر عن الروح الرياضية ونختم بها موسم نبني عليه للموسم الجديد وإن شاء الله يختم الأهل الموسم بانتصار على فريق نادي الزمالك وليما لا إن شاء الله يستلم الدرع في الملعب ويكون في احتفالية خاصة بعد هذه المباراة وبإذن الله في كل قطاع الكرة وكل النادي الأهلي وأعضاء وجماهير ويحتفلوا بهذه البطولة الغالية بعد مباراة يوم الأحد القادمة شكرا لحسين المتابعة والمشاهدة ونلتقى على خير بإذن الله في حلقات أخرى قادمة من الأهل الليلة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة